قضت قواتنا الباسلة على اثنين من متزعمي العصابات الارهابية في زملكة وعربين هما محمد المرجى والثاني يلقب بالنسر في حين دمرت قواتنا الباسلة مستودع اسلحة وذخيرة في مزارع العب بمنطقة دومة بمن فيها من ارهابيين عرف منهم محمد طعمة وارهابي اخر يلقب بابي محمد الشامي كما قضت قواتنا المسلحة على كامل افراد عصابة ارهابية قرب فرن القمر في مدينة حرستا ومن بين القتلى المدعو محمد قاسم وسامي حسون بينما تم تدمير اوكار للارهابيين في عدر البلد ومحيطها ومن بين القتلى محمد العبد وانور اسبر وفي المزارع المحيطة ببلدتي الجربة والبحارية وسط الغطة الشرقية دمرت قواتنا الباسلة اسلحة وذخيرة عند نفق حرملي وقضت على اربعة ارهابيين وصادرت رشاشة دوشكا كان بحوزتهم وفي وادي عينتر ما اشتبكت قواتنا المسلحة مع عدد من الارهابيين وابقعتهم قتلى ودمرت عتادهم واسلحتهم ومن بين القتلى المدعو ساميح فتوح وارهابي اخر يلقب بابي انس الميداني الى ذلك اردت قواتنا الباسلة معظم افراد عصابة ارهابية مسلحة بين قتيلا ومصاب في مزارع السقي التابعة لمدينة النبك ومن بين القتلى المدعو اياد عيسى وفي حلب واري فيها يواصل جيشنا الباسل مهامه الوطنية في اجتثاث الارهابي والارهابيين حيث دمرت قواتنا الباسل على الذمن اوكار الارهابيين وآلياتهم بما فيها من اسلحة وذخيرة قرب محطة الخلندي وجنوب معمل الزجاج وفي محيط جامع حندرات وقرب معسكر التدريب الجامعي اضافة الى القضاء على ارهابيين اخرين كانوا يرتكبون جرائم قتل وسلب وقطع للطرقات في طريق المسلمية حلب كما دمرت قواتنا الباسلة عددا من الاليات الارهابيين على محور حريتان الكستيل وقضت على عدد من الارهابيين في محيط مبنى بلدية حريتان ومحطة الوقود في قرية عبطين كما اشتبكت قواتنا الباسلة مع ارهابيين في مناطق الليرامون دواريب عبدين والحيدارية وظهرت عبدربو ووقعت العديد من القتلى في صفوفهم ودمرت عددا من الاليات والادوات الاجرامية والى درع وريفها فقد قضت قواتنا المسلحة على عدد من ارهابي جبهة النصرى ودمرت ثلاث سيارات مركبا عليها راجمات صواريخ ورشاشات بما فيها من ارهابيين واسلحة في درع البلد وعرف من القتلى محمد عياش وعبيد الفروان وفي طفص استهدفت الجهات المختصة اوكار العصابات الارهابية وقضت على خمسة ارهابيين وجرحت اخرين جميعهم مما يسمى جبهة النصرى كما استهدفت قواتنا الباسلة اوكار العصابات الارهابية في الشجرة وسحم الجولان والشبرق ونافع وجملي وصيصون واتسيل ووعر اللجات والشيخ مسكين وقضت على عدد من الارهابيين من بينهم المدعو خلف عودة